مبادرات شبابية تطوعية لرسم اللوحات الفنية على جدران المؤسسات الحكومية بعد أن ظلت لسنوات لا يرتسم فوقها سوى التراب من تلك المبادرات مبادرة الرسم على جدران الدوائر الحكومية من أجل نقل الصورة الجميلة لهذه المحافظة مؤكدين على استمرارهم في هذه الحملة والتي ستشمل كافة المؤسسات الحكومية يقيم طلبة محاد الفنون الجميلة وإدارة وأساذة محاد الفنون الجميلة بالتعاون مع فرقة هاملة مشروع تمكين طلبة محاد الفنون الجميلة من خلال دروس العملية اليوم نشوف طلاب الخط والزغرفة وطلاب التصميم وطلاب قسم التشكيلي وهم يرسمون على جدران المؤسسات الحكومية لوحات معبرة عن واقع المدينة عن إرث المدينة وحضارة المدينة وهذه الحملات ستكون مستمرة وهو شيء توعوي وراء عن الطلاب أو الشباب في هذه المرحلة العمرية يفكرون بأشياء تخص مدينتهم تأتي هذه الحملة بمثابة دروس عملية طلبة الفنون الجميلة بالإضافة إلى أنها تعطي صورة أكثر إشراقا لمدينة الناصرية أساتذة المعهد أكدوا أن الفكرة جاءت بعد ازدياد أعداد السياح الأجانب لمدينة مؤخرا وتوثيق بعض اللوحات الفنية والتراثية على بعض المباني والتي تمثل مدينة الحرف الأول وتراث وثقافة أبناء هذه المدينة محافظة تشهد في الآونة الأخيرة توافد أعداد من السياح من خارج القطر بمختلف الجنسيات ولذلك ارتأت هذه الفكرة على تجسيد الثقافة والفن في جداريات بعض المباني شارك في هذه المبادرة أكثر من 50 طالب مجموعة من الأساتذة في محهد الفنون وبرئاسة مدير المحهد الفكرة تنتمي إلى واقع المدينة تعرف الناصرية مدينة الفن مدينة الحضارة مدينة حرف الأول ولذلك ارتعينا ننجسد هذه الحضارة وهذا الفن حتى تبقى راسخة في ذهن الأجيال لمسات فنية رسمها فنانون وطلبة شباب على هذه الجدران والتي طالما عكست تاريخ الناصرية الحضاري رسوم ونقوش زينت الدوائر الحكومية وأظهرت جانبا مشرقا منها من ذيقار نور السعيدي وان نيوز